أكد مسؤول أمريكي أن المحادثات بشأن الهدن الإنسانية في قطاع غزة ما زالت تتواصل حتى الآن في الدوحة للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق صراح المحتجزين في قطاع غزة هذا وأوضح المسؤول أن المفوضين من مصر والقطر والولايات المتحدة وإسرائيل يجتمعون في الدوحة لإجراء محادثات فنية وعلى مستوى فرق العمل بشأن وقف إطلاق النار في غزة مشيرا إلى أن مستشار رئيس جيو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت مطارج يشارك في تلك الجولة